بسم الله الرحمن الرحيم السيد نايب رئيس الجمهورية السيد إبراهيم غندور السيد وزير الثقافة الطيب حسن البدوي كم يشريفني هذا اللقب السيدة الشيخة معالي السيدة الشيخة مي الخليفة تحية لك وكم تمنى أن يتضاعف عدد الوزيرات في عالمنا العربي السادة ضيوف هذا المهرجان هذه الجائزة من سياسيين وديبلوماسيين وإداريين تحية لكل الحضور الكرام في البداية لابد أن أحية المؤسسة الرعية لهذا الحافل شركة زين لأنها وفرت لنا فرصة لتلاقي لتلاقي فيما بيننا ككتاب عرب مع كتاب سينيات السودانيين وفرصة أيضا للإطلاع على الحياة الثقافية والاجتماعية في السودان الحبيب وكم فجأنا بأنها قريبة مننا وبعيدة كل البعد عما يشويهه الإعلام الغربي البغيذ تحية لشركة زين التي كانت وفية للشخصية العالمية الطيب صالح من خلال هذه الجائزة التي حملت اسمه وخلدته بين الأدباء والمثقافين في العالم أجمع تحية خالصة للجنة الأمناء على كل ما فعلته من جهد لتحقيق أمنية هذه الجائزة وتوفير النصوص المسابقة في وقت مبكر فوصلت النصوص جميعها إلى لجان التحكيم في وقت مبكر وكان الوقت متسعا للإطلاع عليها مرة أولى وثانية وتقويمها وتقييمها حتى يستقيم الرأي المشترك بين الجميع وكانت الشفافية تميز كل عمل لجان التحكيم في القصة والشعر ورواية وغيرها بالشكل الذي أرضى كل أعضاء لجان التحكيم ومكنتنا كأعضاء لجان التحكيم من أن نختار خمسة عنوين نرتبها وكان فوجئنا وأن كنا لا نعرف بالضبط الترتيب أن الفائزين من بين الأسماء التي تم اختيارها أي فلم يكن هناك أي تلاعب بالنتائج المسابقة وفي هذا وفاء كبير من لجنة الأمناء لتقرير لجان التحكيم وهذا أمر جميل وجدير بكل احترام وتقدير ولكن أريد أن التحية الكبرى من لجنة التحكيم لكل الذين تابعوا هذا المهرجان وكم كانت مفاشئتنا بهذا الجمهور الكبير الكبير والغفير جدا من المثقفين والمبدعين الذي تابع فعاليات كل هذه الدورة صباحاً مساء في كل فقرتها بجمهور شخصياً لم أعهد في أي بلد عربي آخر وهو جدير بكل التقدير لأن هذا الجمهور هو الذي أعطى الجائزة كل هذه القيمة وهو كسب لنا ودليل على أن السودان الحبيب يراهن على الفعل الثقافي ونرجو أن تنتشر هذه السنة الحميدة وهذا الفعل الثقافي الحقيقي في كل أقترنا العربية ولجنة التحكيم إذ تحيي كل الذين سعوا إلى تقدير هذه الجائزة تدعو أيضاً شركة الزين إلى أن تكون مشعة في المكان وفي الزمان في المستقبل وأن أيضاً تجعل هذه الجائزة جائزة مشعة كبيراً لأن في هذه الفترة كثرة الجوائز ونريد لجائزة الطيب الصالحة العالمية أن تنافس مختلفة الجوائز الأخرى وتكون لها قيمتها وشهرتها وتشد إليها الرحال من كل صوب وحد كما تبين هذا فتساهم في رفع قيمتها لحتى تكون جائزة لها كل الأعتبار في قادم الأيام وترعي أيضاً الظروف التي يعيشها المبدأ العربي تحية لكل أعضاء لجنة الأمنا على ما وفروه لنا من ظروف الإقامة وظروف القراءة وظروف السفر المريح حتى نكون هنا في هذا البلد الحبيب الذي غرينا دوماً كما قلت بالعودة إليه لمصافحة مبدعيه وكانت فرصة أيضاً للأتراع على جملة من المؤلفات الإبداعية والنقدية ستكون زاداً لنا في عودتنا إلى بلداننا فتحية لكم جميعاً وشكراً على حسن إصغائكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر